الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد قال والقضية الثانية هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه وقد يكون مرددا كان الكلام في الرقن الثاني من أركان الاستصحاب والذي عنونا بعنوان الشك في البقاء بمعنى أن الاستصحاب حتى يجري لابد من إحراز وجود شك في بقاء الحالة المتيقن سابقا يعني إذا تيقننا من وجود أمر طبعا لابد أن يكون له أثر شرعي ثم بعد ذلك شككنا في بقاء هذا الشيء الذي كنا نتيقن منه لابد من إحراز هذه الحالة حتى يمكن إجراء الاستصحاب ولذلك قيل عنه وعن هذا الرقن أنه الشك في البقاء والمقصود بقاء ما كان متيقنا سابقا وقد قلنا أنه بناء على ركنية هذا الأمر الشك في البقاء دخلنا في قضيتين قلنا أن هناك وتتفرع عن هذه الركنية قضيتان القضية الأولى هو عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد وهو القسم الثاني من استصحاب الكل وقد تكلمنا عن هذه القضية في الدروس الماضية القضية الثانية التي تتفرع على ركنية الشك في البقاء هي هذه القضية التي نريد أن نتحدث عنها في هذا الدرس وهي أن زمان المتيقن زمان المتيقن زمان الأمر المتيقن لا بد أن نلتفت أن المقصود هنا ليس زمان حصول اليقين وقد يكون زمان حصول اليقين متأخر المقصود نفس زمان المتيقن هذا الأمر الذي كنا نتيقن به ما هو زمانه قد يكون زمان المتيقن متصلا بزمان المشكوك يعني بمعنى أن زمان المتيقن أولا ثم يأتي زمان المشكوك فيكون متصلا به وسابق عليه طبعا يعني زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك هذه حالة زمان المتيقن متصل سابق على زمان المشكوك وهو متصل به وهي الحالة العادية مثلا كنت أعلم بوجود النجاسة في هذا الثوء الآن مثلا قبل ساعة الآن مثلا أشك في أن هذه النجاسة ما زالت باقية في هذا الثوء أو أنها قد ارتفعت لاحتمال أن يكون هناك من قام بتطهير هذا الثوء فهنا لحظوا زمان المتيقن المتيقن هو النجاسة زمانه قبل ساعة وزمان المشكوك مثلا الآن حصل لحالة الشك المشكوك وهو الطهارة وارتفاع النجاسة الآن حصل فزمان المتيقن متصل بزمان المشكوك وسابق عليه ولذلك هنا نقول عن زمان أو نقول عن هذا هذه الحالة نقول أن الشك الحاصل هو شك في بقاء ما كنا نتيقن منه هذه حالة وهذه لا كلام فيها طبعا بين الأصولين وهناك حالة أخرى هو أن يكون زمان المتيقن زمان المتيقن مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك زمان المتيقن مردد بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو لا أن زمان المتيقن هو الزمان السابق على زمان المشكوك واضح؟ أن يكون زمان المتيقن كلام في المتيقن لا في اليقين نتكلم في المتيقن يعني تلك الحالة التي نريد أن نجري فيها عملية الاستصحاب زمان المتيقن يكون مرددا بين أن يكون صار عند المكلف ترديد في أن زمان المتيقن يمكن أن يكون هو النفس زمان المشكوك بمعنى أن زمان المتيقن والمشكوك زمان واحد أو قد يكون لأن زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك طبعا هنا كما هو واضح في مثل هذه الحالة لا يحصل لنا إحراز أن هناك حالة شك في البقاء لأنه من المحتمل أن يكون زمان المتيقن هو عين زمان المشكوك نفس زمان المشكوك إذا كان هذه الحالة فلا يصدق على الشك أنه شك في البقاء لحالة سابقة لماذا؟ لأن زمان اليقين المتيقن عفوا هو نفس زمان المشكوك لكن السؤال أنه كيف تحصل مثل هذه الحالة إنما تحصل مثل هذه الحالة يعني أن يحصل ترديد بين كون زمان المتيقن هو عين زمان المشكوك نفس زمان المشكوك أو لا أنه سابق على زمان المشكوك إذا حصلت حالة علم إجمالي حصلت حالة علم إجمالي مثاله كيف؟ مثلا أن الإنسان إذا شك في أن هذا الثوب هو إما الآن تنجس الآن تنجس أو أنه تنجس هذا الفرد الأول لاحظوا الفرد الأول من العلم الإجمالي أن الثوب الآن تنجس الآن أو الفرد الثاني من أفراد العلم أو من أطراف العلم الإجمالي أنه لا قد تنجس قبل ساعة مثلا وطهر قد تنجس قبل ساعة وطهر إذن المكلف مردد بين أن الثوب إما هو الآن تنجس أو أنه قبل ساعة قد تنجس وطهر صار عند علم إجمالي بين هاتين الحالتين لاحظوا إذا جئنا إلى كل فرد من أطراف كل طرف من أطراف العلم الإجمالي الطرف الأول أن المكلف يشك في أن الثوب الآن تنجس أو يحتمل يعني عفوا يعني الطرف الأول أن الثوب الآن تنجس يعني لو كان الثابت واقعا هو الطرف الأول فإن الطرف الأول ينص أن الثوب تنجس الآن يعني أن يحصل لنا علم بأن الثوب تنجس الآن بناء على ذلك يكون الثوب معلوم النجاسة هذا الطرف الأول الطرف الثاني أنه لا الثوب قبل ساعة تنجس ثم طهر فالثوب الآن معلوم الطهارة هذا الفرد الثاني أو الطرف الثاني من أطراف العلم الإجمالي لكن لما تردد الأمر بين هذين الفردين بين هذين الطرفين يعني حصلت حالة شك تحصل بسبب الترديد عند المكلف حالة شك ما هي حالة الشك؟ أنه طبعا يحصل له أولا أنه عند علم بحصول النجاسة لأنه بناء على الفرد الأول النجاسة حصلت الآن بناء على الطرف الثاني النجاسة حصلت قبل ساعة فهناك علم بحصول النجاسة مردد بين الآن حصلت النجاسة وهو هذا المتيقن حصول النجاسة أو حصول النجاسة قبل ساعة هذا علم سابق شك عندنا؟ يقول نعم عندنا شك لماذا؟ لأنه المكلف مردد بين الطرفين الآن يعني بناء على الطرفين إما يكون الثوب نجس أو يكون طاهر إما أن يكون نجس بناء على الطرف الأول أنه الآن تنجس الثوب فالثوب نجس وإما أن يكون لا بناء على الطرف الثاني أنه قد تنجس قبل ساعة وطهر فالثوب طاهر فهو مردد بين الطهارة والنجاسة فعنده شك في النجاسة فإذن عندنا يقين بالنجاسة عفوا ثم أو لا نقول وشك فيه مثل هذه الحالة يحصل لنا أمران عندنا يقين بأن هناك نجاسة هي إما حصلت الآن أو حصلت قبل ساعة وارتفعت وعندنا شك في النجاسة لماذا؟ لأن الثوب فعلا الآن إما هو نجس إن كان الثابت هو الطرف الأول أو هو طاهر إن كان الثابت هو الطرف الثاني من أطراف العلم الإجمالي فإذن عندنا يقين بالنجاسة بحصول النجاسة وعندنا شك في النجاسة فهل يجري الاستصحاب هنا في مثل هذه الحالة باعتبار أننا عندنا يقين بالنجاسة وعندنا شك أيضا بالنجاسة قد يقال لا أنه لا يجري الاستصحاب هنا هذا بناء عدم جريان الاستصحاب هنا بناء على ركنية الشك في البقاء لماذا؟ لأنه من المحتمل جدا من المحتمل وحدة زمان المشكوك والمتيقن وهو متى؟ وهو اللحظة الحاضرة لأن المتيقن قد يكون حصل الآن واحد من احتمالاته أنه حصل الآن والشك أو المشكوك أيضا وهو النجاسة حصل الآن أيضا لأنه الشك حصل بسبب أنه يوجد طرف وهو أن الثوب الآن تنجس أنه لو كان على الطرف الثاني فالثوب طاهر فيحصل لنا شك بالنجاسة الآن وعندنا في طرف من أطراف العلم الإجمالي أن اليقين بالنجاسة أيضا الآن فبناء على واحد من الاحتمالات أن زمان المتيقن هو نفس زمان المشكوك زمان المشكوك هو نفس زمان المتيقن وهو حالة لو كان أن الطرف الأول هو الثابت فإن زمان المتيقن هو الآن وأيضا زمان المشكوك هو الآن لأن الشك إنما حصل بسبب الطرف الأول وبناء على هذا لا يكون الشك في البقاء هنا يكون الشك يعني المشكوك لا يصدق عليه أنه شك بما كان متيقن من زمانهما واحد زمان المتيقن نفس زمان المشكوك فلا يصدق على الشك أنه شك في بقاء ما كان متيقنا فبناء على هذا الاحتمال ليس هناك إحراز للركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو شك في البقاء فإذا لم يكن هناك إحراز لهذا الركن فلا يمكن جريان الاستصحاب لعدم تمامية أركانه لاحظوا العبارة قال والقضية الثانية هي أن زمان المتيقن الكلام في زمان المتيقن لا اليقين لا يذهب ذهن الإنسان إلى زمان حصول اليقين زمان حصول اليقين قد يكون سابق لاحق يعني من أول حصول المتيقن الآن لا مشكلة في ذلك إنما المشكلة في المتيقن والمشكوك زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه يعني زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك وقد يكون مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبله يعني زمان المتيقن نفس زمان المشكوك أو أن زمان المتيقن قبل زمان المشكوك مردد بين هاتين الحالتين ففي الحالة الأولى يعني أن يكون زمان المتيقن سابق على زمان المشكوك ومتصل به يصدق الشك في البقاء بلا شك بلا إشكال يصدق على الشك الشك في البقاء فيحرز الركن الثاني وأما الحالة الثانية الحالة الثانية هو أن يكون مكلف أو أن تكون الحالة مرددة بين أن زمان المتيقن نفس زمان المشكوك أو سابق عليه فمثالها أن يحصل له يعني المكلف العلم إجمالا بأن هذا الثوب إما تنجس في هذه اللحظة الآن تنجس أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهرة هذان هما طرفاء العلم الإجمالي إما تنجس في هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهار فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا يعني النجاسة لابد أن تكون لماذا؟ لأنها إما حصلت الآن أو حصلت قبل ساعة ولكنها مشكوكة فعلا الآن النجاسة مشكوكة لماذا؟ لأنها إن حصلت الآن فهي موجود وإن كانت قد حصلت قبل ساعة فهي مرتفعة فهي مشكوكة فعلا وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة المشكوك الآن لماذا؟ لأن المشكوك إنما حصل هذا الشك به حصل لأنه إما أن النجاسة حصلت الآن أو أنها حصلت سابقا و ارتفعت هذا سبب الشك فسبب الشك الآن حصل فالشك والمشكوك حصل الآن وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك ولعله ساعة قبل ذلك كما هو واضح وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن كما وضحنا وعلى هذا التقدير طبعا زمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة كما قلنا وعلى واحد من الاحتمالات أن زمان المتيقن هو أيضا اللحظة الحاضرة بناء على الطرف الأول فيتحد زمان المتيقن مع زمان المشكوك وعلى هذا التقدير يعني على تقدير هذا الاتحاد لا يكون أحدهما بقاءا للآخر فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء لماذا؟ لأن زمانهما واحد فكيف يكون أحدهما بقاءا للآخر؟ وبذلك يختل الركن الثاني وهو الشك في البقاء فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله قيل في دفع هذا الإشكال يعني عدم جريان الاستصحاب هنا قد يقال أنه طبعا هذا يبتني على ماذا؟ على الاعتماد على ظاهر لسان الروايات أن الروايات لم تأخذ عنوان الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب وإنما أخذت حالة حصول الشك فقط حالة حصول الشك لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر شك في البقاء لم يأخذ هذا العنوان في لسان الروايات بناء على ذلك نستطيع القول بأنه في كل حالة يكون هناك يقين بحصول الشيء وشك فيه ليس شرط أن يكون شك في البقاء شك فيه يمكن جريان الاستصحاب وهنا في هذه الحالة يوجد لدينا يقين بالنجاسة لأنها إما حصلت الآن أو قبل ساعة وعندنا شك في النجاسة أيضا لأنها إما حصلت الآن أو أنها حصلت قبل ساعة وطهرت أزيلت فنشك في النجاسة عندنا يقين بالنجاسة وعندنا شك في النجاسة فلا تنقض اليقين بالشك بل أنقضه بيقين آخر فيجري الاستصحاب قال ويمكن دفع الاستشكال بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا شك في البقاء بهذا العنوان لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب وإنما أخذ الشك لا تنقض اليقين الشك بعد اليقين طبعا كما هو واضح وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث حتى لو كان شكا في نفس زمان المتيقن سواء صدق عليه الشك في البقاء أو لا وبناء على ذلك يمكن جريان الاستصحاب وبناء على هذا التوجيه وبناء طبعا السيد الشهيد يذكر ثمرة فقهية تترتب على هذا الاستشكال لو لم يرفع هذا الاستشكال ولم يدفع بالدفع الذي ذكرناه أخيرا فإنه لدينا حالة توارد الحالتين كان يقال توارد الحالتين مثلا الطهارة والنجاسة أنه حصلت طهارة يقينا حصلت نجاسة يقينا وحصل طهارة يقينا تطهير ولكن لا يعلم أيهما السابق على الآخر هل الطهارة سابق على النجاسة أم النجاسة سابق على الطهارة كان يقال في مثل هذه الحالة أنه يحصل تعارض بين استصحابين استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة لأنه بالنتيجة عندنا يقين بحصول النجاسة ثم نشك في ارتفاعها لأننا لا نعلم أن الطهارة حصلت بعد النجاسة أو قبلها فنستصحب بقاء النجاسة الطهارة أيضا في طرفها عندنا يقين بحصول الطهارة لكننا نشك في ارتفاعها بسبب أننا لا نعلم أن المتقدم هو كان الطهارة أم النجاسة فنستصحب الطهارة فعندنا استصحاب للطهارة واستصحاب للنجاسة فيحصل التعارض بين هذين الاستصحابين ويتساقط في مثل هذه الحال سيد الشيد يقول بناء على هذا الاستشكال لا يكون عدم جريان الاستصحاب لأجل حصول التعارض بين هذين الاستصحابين والتساقط يعني الاستصحاب يجري في الطهارة ويجري في النجاسة يتعارض ويتساقط لا وإنما الاستصحاب في نفسه لا يجري لماذا؟ لعدم تمامية أركانه لعدم تمامية أركانه لاختلال الركن الثاني وهو أننا لا نحرز أن المشكوك هو أو الشك الذي حصل هو شكون في البقاء لماذا؟ لأن العلم بالحدث والطهارة والشك في المتقدم منهم هذا حالة توارد الحالتين إذا حصل علم عند الإنسان بالحدث وبالطهارة ولا يدري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر تحصل عنده حالة علم إجمالي يحصل عنده حالة علم إجمالي بالحدث طبعا إذا جئنا إلى طرف الحدث وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى الطهارة لكن نأتي إلى جانب الحدث يحصل له علم إجمالي بالحدث إما أن الحدث حصل الآن يعني إذا كان هو المتأخر أو حصل قبل ساعة إذا كان هو المتقدم وقد أزيله الطهارة كان متأخر عنه لاحظوا الحدث إما هو الآن إن كان هو المتأخر واقعا عن الطهارة فهو الآن هذا الطرف الأول العلم الإجمالي الحدث حصل الآن أو الطرف الثاني من العلم الإجمالي أن الحدث لا هو كان متقدم فحصل قبل ساعة وحصلت الطهارة بعده يعني أزيله فلاحظوا تصبح الصورة مشابهة للمثال الذي ذكرناه فهنا بناء على احتمال أن يكون الحدث حصل الآن يعني هو المتأخر فإن زمان المتيقن وهو حصول الحدث هو نفس زمان المشكوك يعني الشك في الحدث أيضا حصل الآن بسبب أنه إما حصل الحدث الآن أو كان قبل ساعة وأزيل فيكون الركن الثاني مختلا كذلك تعال إلى الطهارة نفس الشيء إذا افترضنا أن الطهارة حصلت الآن يعني هي المتأخرة فالطرف الأول أن الطهارة حصل الآن أو أن الطهارة حصلت قبل ساعة وأزيلت بالحدث نفس الشيء فيكون عدم جريان الاستصحاب في توارد الحالتين هو لأجل قصور أو عدم إحراز موضوع الاستصحاب أو ركن من أركان موضوع الاستصحاب وهو الركن الثاني لا لأجل تعارض الاستصحابين لاحظوا قال والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يعني بيان الذي ذكرناه يؤدي إلى أن الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه لاختلال أركانه اختلال الركن الثاني فيه لا من أجل التعارض بين استصحابين كما بينا فإذا علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما أي هم المتقدم الحدث أم الطهارة فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الآن قد حصل الحدث يعني إذا كان الحدث متأخر أو قبل ساعة إذا كان هو المتقدم طبعا إذا كان قبل ساعة يعني الطهارة وقعت بعده فقد أزيل الحدث ويشك في الحدث فعلا الآن فعلا هو يشك في الحدث لماذا؟ لأنه إما قد حصل الآن فهو موجود أو حصل قبل ساعة فهو غير موجود فيه شك فزمان الحدث المشكوك هو الآن وزمان الحدث المتيقن مردد بين الآن بناء على الطرف الأول وما قبله بناء على الطرف الثاني فلا يكون الركن الثاني محرزا وهو الشك في البقاء لأنه يحتمل أن يتحد زمان المتيقن مع زمان المشكوك فلا يصدق على أحدهما أنه بقاء للآخر فلا يجري استصحاب الحدث ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة نفس الشيء لا يجري لاختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب فيها وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين نحفظ هذه النقطة أن هذا المورد الذي ذكرناه من موارد عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ثم إن هذا الركن قد يصاغ بصياغة أخرى يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد